مجلّة تايمز الأمريكية مسار اللؤلؤ بالمحرّق ضمن لائحة عام 2024 لأفضل 100 موقع في العالم لزيارة والاستكشاف هذا يعتبر مسار اللؤلؤ من المشاريع السياحية والثقافية والتراثية المميزة التي تجمع الأصالة والحداثة بشكل فريد المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مسار يشهد على تاريخ اللؤلؤ الذي يعتبر من أهم المكونات التراثية البحرينية والرافدة الاقتصادية التاريخية للمملكة مسار اللؤلؤ أدرج في عام 2012 كثاني موقع مسجل على قائمة التراث الإنساني العالمي في مملكة البحرين وتميز في عام 2024 كواحد من أفضل 100 موقع في العالم للزيارة والاستكشاف بتصنيف من قبل مجلة تايم الأمريكية التي أكدت خلال مقالها تميز هذا المسار الذي يربط عبر متاهات غنية بالمعلومات الشاطئة ومساكن الغواصين وصولا إلى المواقع التاريخية التي شهدت التحول الاقتصادي مسار اللؤلؤ يأتي كموقع استثنائي يترجم الهوية البحرينية الثقافية ويستعرض الذكرة التاريخية والتجربة العريقة التي تجمع أبعاداً اقتصادية واجتماعية وثقافية عبر أكثر من 15 موقعاً يفتح الأبواب على مصر عيها نحو اطلاع تاريخي مميز يلهم النفوس ويشبع بتفاصيله الأعين هذا التصنيف لم يكن التقدير الأول فقد نال المسار التقدير العالمي مسبقاً ولا يزال التقدير والأصداء الإيجابية مستمرة من قبل زواره من مختلف دول العالم أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة عشر من مهرجان سكة للفنون والتصميم والتي ستقام خلال الفترة من الواحد وثلاثين من يناير حتى التاسع من شهر فبراير المقبلين بحي الشندغة التاريخي على أن يكون الثامن من أكتوبر المقبل آخر موعد للتسجيل وتقديم الأعمال ودعت الهيئة المبدعين والفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين يكافى على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في المهرجان بأعمالهم المتنوعة في الفنون التشكيلية والرسم والنحت والتصوير والتصميم والجداريات والوسائط المتعددة وغيرها إلى جانب ورش العمل التفاعلية والمحادثات والجلسات الحوارية المتنوعة وفي المملكة المغربية شهدت عدد من المناطق والمدن المغربية بما فيها العاصمة الرباط خلال الصيف الجاري انطلاق العشرات من الفعاليات الثقافية والفنية أحياء لثقافة الحوار والتسامح والتنوع عبر سلسلة من ندوات الفكرية واللقاءات الثقافية ومعارض الكتب والفن التشكيلي والمنتوجات الحرفية المغربية التقليدية والأمسيات الموسيقية المتنوعة والمؤتمرات هذا ويعاد صيف 2024 في المغرب فرصة للاستمتاع بالجمال الطبيعي في المغرب وهو فرصة مثالية للتعرف على التنوع الثقافي في المغرب شهد معرض على قمة الهرم حضارة مصر القديمة المقام حاليا في مدينة شانغايل الصينية إقبالا واسعا من الجماهير حيث بلغ متوسط عدد الزوار اليومي 11 ألف زائر يوميا هذا ويسلط الضوء المعرض على جوانب متعددة من الحضارة المصرية القديمة ويضم المعرض 492 مجموعة تشمل 788 قطعة أثرية ثمينة تم اختيارها بعناية من المتاحف المصرية ومواقع البعثات الأثرية المختلفة ويتيح المعرض للزوار استكشاف التطور التاريخي لمصر من خلال المعرضات التي تعكس براعة المصريين القدماء في مجالات متعددة أحيت الفنانة أمال مهر حفلا ساحرا في مهرجان قرطاج الدولي حيث قدمت باقة من أجمل أغانيها التي نالت أعجاب الجمهور التونسي الكبير الذي توافد لحضور الحفل كما قدمت الفنانة مزيجا رائعا بين أغانيها الجديدة والقديمة ولم تقتصر سهرتها على أغانيها الخاصة بل قدمت أيضا مجموعة من أغاني كبار الفنانين الذين أثروا الموسيقى العربية وأضاف هذا التنوع في الأغاني لمسة فنية مميزة للحفل وأظهر مدى إتقان أمال ماهر لأداء مختلف أنواع الموسيقى اشتركوا في القناة